حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم لقاء العالمين التشاوري الأخوي الذي دعا إليه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمشاركة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وبحث القادة خلال اللقاء الذي جرى في مدينة العالمين المصرية العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجال الشركات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها كما استعرض القادة عددا من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر بشأنها